لن نغفل العنوان اللي برضو يمكن في وسط عناوين كتيرة ويمكن للي ما يخصوش الموضوع ما بينتبهش لحاجة بتحصل كده على الهامش وبهدوء لكنها من أكثر الأمور القيمة اللي حصلت على مدار الثلاثة أو أربع شهور اللي فاته بداية من إفطار الأسرة المصرية في مايو اللي فات لما رئيس أصدر مجموعة من القرارات بس كان من أهمها لجنة العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم في قضايا وقضايا الرأي أحيانا وقضايا وصادرة ضدهم أحكام قضاء لجنة العفو الرئاسي على مدار من مايو لدلوقتي شهرين فاتوا وعملها ونتاج هذا العمل ونتاج هذه المبادرة من سيادة الرئيس في بيوت رجعت لها الحياة في بيوت أعطيت لها تاني دفعة أمل في بيوت استردت أهم ما يخصها في الحياة فده بيحصل بعضنا متابع ومهتم وشايف نودي طاقة النور المفتوحة ولو كان بابها صغير كده قد كده لكنها طاقة نور مفتوحة حقيقي ناحية الجمهورية الجديدة وناحية التحقق الحقيقي اللي احنا عايزينه يحصل تزامنا مع الحوار الوطني بيحصل إنجازات حقيقية في هذا الملف بهدوء جدا شارككم النهاردة بالقرار اللي حصل النهاردة النهاردة سيادة رئيس عبدالفتح السيسي أصدر قرار رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية المفرج عنهم النهاردة أو البيوت اللي هتترد لها الروح النهاردة يعني هشان فؤاد محمد عبدالحليم قاسم أشرف قاسم أحمد وأحمد سمير عبدالحي طارق النهري حازم حسن عبدالرقوف خطاب حسن طارق محمد المهدي صديق وخالد عبدالمنعم صادق صبر شكرا